النهاردة خلاص صفحة كارتلون اغلقت تماما تماما مش عايز اقولي الابد عشان ما اعرفش بكرة في ايه بس اغلقت على الأقل الفترة داية بشكل رسمي يعني هو من واضح الفترة الاخيرة انها كانت لازم مع تغلق ويمكن اتأخرت كمان يعني يمكن هو مستر كارتلون السنة دي معنى الزمالك في البداية خالص ما كانش بركز اوي كان حاسس بقوته بعد الدوري ان هو بداية الموسم كمان كان بادئ من غير جهاز فني بالكامل كان هو اللي بيعمل كل حاجة وده كله طبعا مصصح في بداية الموسم يمكن كمان حالة التعصر اللي حصلت في بارات النادي الاهلي ومبارات البنك الاهلي خمس نقاط فرق ما بينه وما بينه النادي الاهلي على المنافسة على الدوري في بداية الموسم ما حصلتش قبل كده والمفروض انه هو كان معدل بعيد يعني لغاية ما النادي الاهلي تعادل مع فيوتشر وبقى الفرق ثلاثة بونت وبعد كده اعتح ليهم هما الفرصة تاني في مبارات الله سموح شبا بقى الفرق ستة بونت ثلاثة مبارات الاخار بيقولوا ان الرجل مش هو مش مستريح ومش عايز يمشي وتقريبا هو اللي حط نفسه في الدائرة المغلقة دي شبه مصودة او عدم تكون مصودة لكن تشكلاته وتغييراته وتركيزه في المباراتين او في البطلتين سواء افريكيا او او الدوري او كمان معهم كسر ربطة او يعني كسر ربطة احنا قلنا مثلا ايه ناس كتيرة دورت على مبارات لمستر كارتيرون لكن هو كان تشكيل اساسي كريم يعني امك الاهلي كان عنده لعيبة ناشئين كتيرة بيلعب نادي الزمالك كان كل اللي بيلعب لعيبة اساسية المفروض ان هي لعيبة كبيرة في نادي الزمالك والصف التاني او نقول الصف الاول فيهم عناصر كتيرة يعني كان موجود يوسف اوباما وكان موجودش كبالة على فترات كان موجود عمر السعيد لا لعيبة كلها كانت في التشكيل الاساسي فهو مهتمش بكسر ربطة وبعد كده انعكس على بطولة افريكا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة